أنت الأصغر شهامك علم الشمس الموت صوت الحق الصايف نور يعنونه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تز قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى الفصل الأول نشأة تطور التربية المقارنة ما تكلمنا عن التربية المقارنة وعرفناها فصلة السابقة قلنا إيش قلنا يا صبايا عملية تحليلية منظمة للنظم التعليمية في البلدان المختلفة للتعرض ومقارنتها في نظامنا التعليمي إحنا يعني الوطني أو القومي للتعرف على طرق تطوير هذا النظام التعليمي عنا من خلال معرفة مواطن القوة وتعزيزها ومواطن الضعف ومعالجتها وفق مكاناتنا المتاحة تعريف هذا يضم عدة مقومات وخصائص إيش أول خاصية في هذا التعريف يا صبايا الوصف أول خاصية الوصف لا هي الدراسة التحليلية المنظمة عملية تحليلية منظمة هذه أول خاصية في التعريف يعني يوم تأكتب التعريف أكتب هذه الخاصية الخاصية الثانية من التعريف وصف إيش خاصية ثانية لا حليلية لسا أنا لا بدأت أشرح بالتعريف بدأت أشرح بالتعريف أنا التعريف نفسه إليه مكونات خمس نقاط يجب أن أكتبها بالتعريف عملية تحليلية منظمة هذه واحدة لدراسة النظم التعليمية في البلدان المختلفة هذه مقومة ثانية لمقارنتها بنظامنا التعليمي الوطني أو القومي هذه الخاصية الثالثة للتعريف الخاصية الرابعة من أجل تطوير نظامنا التعليمي من خلال نقاط القوة ونقاط الضعف نقاط القوة أعززها ونقاط الضعف ما أعمل فيها أعمل على معالجتها وفق إمكانات المتاحة إذن هناك تعريف للتربية المقارنة وهو المنطلق للتعرف على التربية المقارنة فأبدأ بالنشأ والتطور قبل أن أفهم معنى التربية المقارنة فالتربية المقارنة عملية تحليلية منظمة لدراس النظم التعليمية في البلدان المختلفة ومقارنتها بنظام التعليم الوطني أو القومي فارق بين الوطني والقومي فارق أو ليس فارق لما نبقى إحنا دولة عربية متحدة بصير قومي ولما نبقى دولة مجزأة بصير وطن يعني لما يتحدوا العرب يصيروا دولة واحدة والتحدوا المسلمين يصيروا دولة واحدة يصير القومية العربية أما الوطنية هي للدولة المجزأة فلسطين سوريا الأردن مصر فأنا أأمل أن يصير إن شاء الله قومية يتحدوا العرب كلهم سياسياً وقتصادياً واجتماعياً يصير قوة يصير قوة اتحاد قوة وأعتصم بحبل الله جميعاً ولا تفرق إذن التعريف وين القلام فيه قلام معنا واحد تعريف تربية المقارنة وهذا سؤال امتحان هذا سؤال امتحان ستأخذوا الامتحان من خلال شرح عرف التربية المقارنة ما تعريف التربية المقارنة إلا يا صبايا من بدأ تعريف التربية المقارنة ممكن استعانة بالكتاب ممكن استعانة بالدفتر ممكن استعانة بالصديق بصديق يلا عرف التربية المقارنة يا أستاذة أنا قلت خمس خصائص بالتعريف لازم تحطيها هي عملية تحليلية منظمة عملية تحليلية منظمة عشان إيش لدراس النظم التعليمية في البلدان المختلفة وقرنتي هاي ثلاثة بنظامنا التعليمي الوطني أو القومي البدكية اي ثلاثة من أجل تطوير نظامنا التعليمي يعني أريد أن أستفيد من تجارب الدول الأخرى عشان أطور كيف أطور ومواطن القوة اللي بلاقيها أنا في نظامي وموجودة عندهم قوية بعززها مظبوط؟ أيوة ونقاط الضعف اللي عندي أنا موجودة عندهم أقوى بعالجها وفق إمكانات المتاحة وفق إمكانات المتاحة هذا سؤال امتحان خدوا بالكم منه لازم تعرفيه وتحط الخمس مقومات أو الخصائص للتعريف طيب بدي أبدأ أشرح في التعريف عملية تحليلية منظمة مدام عملية تحليلية منظمة يعني أي شيء لدراسة أي نظام تعليمي لا بد أن يبدأ بالعملية الوصفة والتربية المقارنة هي كانت ضمن علوم التربية وكانت أساسها قبل أن تكونها علما مستقلا قبل أن تكون علما مستقلا كانت تتبع تاريخ التربية أصبحت الآن علما مستقلا ويعرف أبو التربية المقارنة هو مارك أنتون جوليان الفرنسي كتب أول مقالة عن التربية المقارنة بهذا الاسم سنة 1800 لا سبعة عشر 1817 أي في القرن التاسع عشر أي في القرن التاسع عشر هو أول من تكلم في مصطلح تربية مقارنة علما أن هناك من يأرخ بأن لا بأن أسبق منه في زمنه بست هذا الكلام الذي سأقوله الآن هو بداية معرفة نشأة وتطور علم التربية المقارنة نشأة وتطور التربية المقارنة نشأة وتطور التربية المقارنة كيف نشأت التربية المقارنة كعلم مستقل كيف يمكن أن يأتي لك سؤال التربية المقارنة كانت جزء من واحد تاريخ التربية اثنين أصول التربية ثلاثة فلسفة التربية أربعة على شيء مما سبق ما هي الصح تاريخ التربية تاريخ التربية إذن تاريخ التربية إذن عندما بدأتكلم عن تعريف أرجع له وفسر عملية منظمة تحليلية منظمة تمر بأربع نقاط العلم الحديث اليوم لا بد إلا له منهجية بداية المنهجية أول شيء عملية الوصف وصف وصف الظاهرة أول الوصف اثنين التحليل ثلاثة تفسير أربعة التنبؤ الوصف بدي أصف الظاهرة كما هي بدي أصف الظاهرة إذن أنا لما بدي أروح أصف أي نظام تعليمي فليكن النظام الأمريكي نظام التعليمي نحن قلنا عملية إيش تحليلية منظمة لدراسة النظمة التعليمية في البلدان المختلفة البلدان المختلفة أريد أن أقسمها أنا من ناحية اقتصادية فجدها ثلاث مستويات أول دول متقدمة اثنين دول نامية ثلاثة متأخرة دول المقدمة هي دول الغرب المعروفة اليوم تقدم اقتصاديا والتقدم له مؤشراته وإله سماته وإله خصائصه سواء تقدم لازم يبقى التقدم على أربع مستويات قل إشه المستوى الاقتصادي المستوى التانس الاجتماعي المستوى التالت إيش بدكو إيش السياسي المستوى الرابع التعليمي عشان إحنا تربية مقاللة عندي أربع مستويات أربع مستويات بدي أشوفها تبقى متقدمة اقتصاديا متقدمة اجتماعيا متقدمة سياسيا متقدمة تعليميا الدول النامية بدها تنمو اقتصاديا بدها تنمو سياسيا بدها تنمو اجتماعيا بدها تنمو تعليميا الدول المتأخرة بدها تبقى متأخرة اقتصاديا وستكون متأخرة اجتماعيا وستكون متأخرة سياسيا وستكون متأخرة تعليميا إذن هذه إلى مؤشرات وهذه إلى مؤشرات إذن الدول ستكون على مستوى ثلاث مستويات سنأخذ في التاريب المقارنة التاريب المقارنة نريد النظمة التعليمية في الدول المتقدمة من الدول المتقدمة مين أمريكا دول متقدمة أمريكا اليابان فرنسا يلا ما أوروبا دول ليس دولة قارة بريطانيا مين كمان يلا مين الصين لا تضعها في الدول المتقدمة هي متقدمة سياسيا وعسكريا لكن اجتماعيا ليس متقدمة وسياسيا ليس متقدمة لماذا سياسيا لأنه يحكم فيها حزبا واحد حزب الشيوعي فلن يوجد تبادل سلطة انتو تعرفوا روسيا بحطوها الآن في الدول النامية مع أنها متقدمة كانت تصرف على كل الدول الاشتراكية ليش لأن التقدم لازم إلى مؤشرات سنأخذها في التقدم والتخلف ألمانيا من الدول المتقدمة ألمانيا كندا من الدول المتقدمة أوريا الجنوبية لا متقدمة متقدمة هي الدول التي تعطي مساعدات للعالم لدول العالم دول المتقدمة هي الدول التي عندها نمو متقدم اقتصادي يعني دول تصنع صناعات ثقيلة عندها الدخل القومي عالي جدا نصيب الفرد من الدخل القومي مرتفع بيخلي حياته حياة كريمة عنده رفاهية يعني الأجور عالية المرتبات عالية الفرد غاد نصيبه من دخل القومي عالي بيصرف على نفسه على أولاده وبطلع رحلة ونزها وبيبقى مخبه في البنك عنده الضخار في البنك مرفع إحنا الدول المتخلفة نصيب الفرد دوبه يكفيه عشر تيام بيقبض القابضة بروح بسد الدكان برجع ياخده غاد دول متقدمة دول مترفهة رفاهية عالية جدا عندها البيئة إذن سنأخذ نموذج من الدول المتقدمة من الدول المتقدمة في التربية المقارنة سنأخذ أي نموذج واحد أمريكيا اليابان فرنسا ألمانيا طلع كيف أكل ما سنأخذ لنا أربع سنأخذ في التربية المقارنة سندرس النظم ما هو مقصود في النظام هي عملية قلنا تحليلية منظمة لدرسة النظم التعليم في البلدان المختلفة فأخذ نموذج من البلدان المختلفة إذن البلدان قسمناها ثلاث أجسام متقدمة نامية سنأخذ من الدول النامية سنأخذ الصين صين دولة نامية يا دكتور وهي دولة إلها يعني صوت عندها حق الفيدو في مجلس الأمن الصين كيف تقول عنها دولة نامية عندها صناعات وتصنع طيارات وتصنع بواخر بارجات عندها صناعات ثقيلة يا دكتور وكيف هذه دولة نامية دولة نامية لأنها إحنا قلنا قلنا لا بد إلا يبقى عندي أشرات على أربع مجلات الاقتصادي نامية متقدمة اقتصاديا اجتماعيا سياسيا تعليميا كدول أنا حطيت التعليم هما الفكري أو الثقافي سموه أنا حطيته التعليم لأننا نظم التعليمية إذن اقتصاديا لا لا ليس متقدمة عندها صناعات ثقيلة لكن نصيب الفرد عندها عيدي عاملة لا يوجد رواطف لا يوجد نصيب الفرد من الدخل القومي لا يوجد حاجاته يكفيه شيء يكفيه شيء الصين لا يوجد لأن الصين أكم على السكان مليون مليار وكذا مليون اجتماعيا إذن هنا دخل الفرد من دخل القومي قليل اجتماعيا عندهم أمية عالية سندرس لأن نبعد في الدول المتقدمة لأن دخل لا يوجد فائض من الدخل القومي في نمو في نمو طرد عندهم سريع لو ظلوا ماشيين هيك ممكن يصفوا مع الدول المتقدمة سياسيا برضو عندهم ضعف وين الضعف في السياسة عندهم أنه ما فيش عندهم حريات ما فيش عندهم حرية عندهم عندهم تبادل سلطة عندهم تبادل سلطة حزب حاكم الحزب الشيوعي له الآن أكثر من ستين سنة هو الحاكم ما فيش تبادل سلطة إذن أنا لما أحكم على الدولة متقدمة كل المجالات في كل المجالات نامية في كل المجالات نحن وين نأتي عندنا 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 نأخذ المشارات نعرف وين مع الدول المتقدمة أو الدول النامية أو الدول المتخلفة نحن وين تتوقعوا وين متقدمة إحنا 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 في الدول المتأخرة وليس عيبا متأخرة اقتصاديا سياسيا ومتأخرة اجتماعيا أما تعليميا إحنا نعتبر من يعني من الدول المتقدمة تعليميا إحنا على مستوى الأمية إحنا ما فيش عندنا أمية عندنا في غزة الأمية يمكن 4% في الضفة 5% يعني عندنا نسبة التعليم عندنا عالية جدا بالنسبة للدول العربية والدول النامية نسبة التعليم حوالي في غزة 96% وفي الضفة 95% يعني عندنا تقدم في التعليم لكن هالنظامنا التعليمي أحدث نظام تعليمي تقريبا من أحدث الأنظمة التعليمية عندنا منهجنا قوي لكن لما أنظر للنظام التعليمي أنظر إليه بكليته ليس في سلمه التعليمي بكليته ما بكليته شكل كل لكن أنا أقول لي نظام التعليمي ما appearanceer دراسة نظم التعليم؟ نظم التعليمي من دول المختلفة هل النظام التعليمي فقطة نظام التعليمية؟ نظام التعليمي نظام التعليمي أريد أن أدرس النظم التعليمي، هل أريد أن أدرس فقط السلم التعليمي؟ ما هو المقصد بالسلم التعليم؟ مراحل التعليم، يعني من أين الدولة يبدأ لأبنائها التحاق في المدرسة؟ هل من الرياض؟ هل من الحضانة؟ هل من المرحلة الأساسية؟ ما يسمون المرحلة الأساسية؟ هل إبتدائية أو إعدادية؟ أو إبتدائية أو مرحلة الأساسية؟ أكم سنة المرحلة الأساسية عندهم؟ هل عندهم تمانية؟ هل عندهم تسعة؟ هل عندهم عشرة؟ أنا قلت لكم إحنا أحدث نظام التعليمي عندنا، لماذا؟ لأن الصلقة لا له عمر، عمرها أكم سنة تقريبا؟ لا، بعدها بدأت النظام التعليمي عندنا، إحنا ظلينا السنوات الأولى الملتحكين في المنهج المصري والمنهج الأردني صلع كيف؟ لا، 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 إحنا بدأ المنهج يبدو ألفين، ألف وتسعمائة وتسعين، أما السلطة بدأت تشتغل من أربعة وتسعين، تشتغل لنظام تعليمي مستقل، فالنظام التعليمي المرحلة التعليمية أو مراحلة التعليم منهم جزء، يسميه سلم التعليمي، سلم التعليمي يبدأ عندنا إحنا من الرياض، بعدين المرحلة الأساسية، بعدين المرحلة الثاناوية، بعدين ما فوق الثاناوية، صلع كيف؟ المرحلة الجامعية، منها قسم قسمين، مرحلة متوسطة، الدبلوم المتوسط، بعدين باكالوريوس أو لصاص، بعدين ماجستير، هل لدينا دكتوراه أو لا لدينا دكتوراه؟ توقف الدكتوراه، والدكتوراه جديدة مباري، يعني، طب، الدول الثانية، سيبقى نظام التعليمي يخلف عنها، إحنا من الرياض، طب الحضانة، دول التي تبدأ من الحضانة، مثل كوريا الشمالية، تبدأ من الحضانة عندها، الدولة ترعى طلابها من الحضانة، الحضانة، إحنا الرياض عندنا إشرافاً، وليس إدارةً، إشرافاً، ما يعني إشرافاً؟ أنا أقاعد بالتعريف، عملية تحليلية منظمة لدرس النظم التعليمية، نظم التعليمية ليس مقصود به المرحلة التعليمية، النظم التعليمية يشمل لمرحلة التعليمية، يشمل كل عملية التعليمية التعلمية، مكوناتها وعناصرها، أريد أن أرى الطالب مكون من المكونات العملية التعليمية التعلمية والعمليات التربوية الطالب أريد أن أرى الطالب لدينا عندما يتحق من سنة في النظم الثانية أو في البلدان المختلفة الثانية أريد أن أرى المنهج المنهج لدينا مثل عسبي المثال هل لدينا منهج ورقي أم إلكتروني؟ يعني اليوم تذهب إلى اليابان الطالب يحمل الشنطة وحقيبة وفيها 12 كتابة أو 10 كتب اليوم التعليم الإلكتروني عندهم يحمل باد أو يحمل كمبيوتر صغير أو يحمل جهاز مثل الجوال لابتوب أو تاب تاب أو لابتوب يفتح أستاذ الرياضيات يضع على الرياضيات ومشي معهم أستاذ العربي يضع اللغة الوطنية اليابانية يشتغل معهم إذن اختلف أنا أريد أن أقل هذه التجربة اليابانية عندي أخبر أو أخبر حسب الإمكانات تكلمت عليها حسب الإمكانات لكن هناك أنظمة إذن أشمل النظمة التعليمية التي أريد أن أدرسها أريد أن أشمل المراحل التعليمية وأكثر ما سأركز عليها في التربية المقارنة أريد أن أشمل الزمية التعليم عندهم فقط فقط ست سنوات كل ما كانت الدولة أكثر أكثر تقدما اعتبرت التعليم رأس مال لها يتعلم أفرادها أبناء كل ما كانت الدولة أكثر تقدما كل ما كانت الدولة أكثر تقدما كل ما كان الزمية التعليم أكبر يعني لما أنا أشوف دولة الزمية التعليم عندها 12 سنة يعني من أول أساسي للتوجيه الزمي يعني يجب على المواطن أن يرسل ابنه إلى المدرسة وممنوع أي مؤسسة تعمل تستوعب أي طالب إلا للتدريب والتعليم يعتبر مخالف للقانون يحاسبه القانون يحاسب أبو الطالب ويحاسب المشغل للطالب لأنه كم سنة عندهم التعليم؟ 12 هذه الدولة أنا تلقائيا كل ما شفت الدولة الزمية التعليم عندها أكبر أعلى كل ما كان مؤشر على أن الدولة متقدمة لأنه نفقات التعليم عالية الدولة هذه تنفق من دخلها القومي على التعليم حتى تتعلم أولادها وأولادها رأس ما لها المواطنين هذين ستكون وهي التنمية البشرية تنمية البشرية إذن سأجد الدولة النامية أقل الزمية التعليم عندها الدولة المتخلفة أقل وأقل نحن كدولة نحن كسلطة وإن شاء الله سنصير دولة نحن كسلطة الزمية التعليم عندنا عشر سنة كان مشروع قانون 12 سنة كان في مشروع القانون تبقى 12 سنة التعليم ما معناته إلزامة إلزامية التعليم ما أقصد بملزامية التعليم يا صبايا يعني ملزم الدولة بتعليم الطلاب مواطنيها على نفقتها وملزم أولي الطالب إرسال ابنه للمدرسة وإلا يعاقب فإلزامية من طرف الدولة بقابلها إلزامية من ولي الأمر إذن المرحلة الأساسية لعشر سنوات هذه مرحلة إلزامية هذا أجد نفسي أنا دول متقدمة جداً متقدمة إلزامية التعليم عندها عشر سنوات دول متقدمة يعني أحد ولي بعض وليات أمريكيا إلزامية التعليم عندهم عشر سنوات وولايات الثانية عشر سنة وولايات الثانية عشر سنة إذن هذا مؤشر على التقدم أو التخلف مؤشر على التقدم أو التخلف النقطة الثانية في التعريف وأنا مريت عنها توي مقارنتها بالنظامنا الوطني يعني أنا بدي أدرس التربية المقارنة التربية المقارنة بدي أدرسها أدرس نظم التعليم حتى أستفيد منها أكتسب خبرة وتجارب وأطلع على الأنظمة العالمية حتى أنقلها وأستفيد منها وفق إمكانات المتاحة وفق إمكانات المتاحة إذن أنا بدي أطلع أطلع على دول متقدمة أشوف تجاربها ما ممكن أستفيد منها إن شاء الله منكم بكرة تبقى وزيرة أو وكيلة وزارة في التربية والتعليم أو مديرة أو مديرة تبقى لما تبقى قاعدة مع فريق العمل عندها تبقى عندها إطلاع إذن التربية المقارنة مهمة جدا مهمة جدا ليه؟ أشوف خبرات الدول وأنقلها عندي وأستفيد منها وفق إمكاناتي وفق إمكاناتي إذن الهدف من التربية المقارنة هو تطوير نظام الوطني القومي بقدر أنا ما بطوره بقدر أنا ما بطور أفراضي بقدر ما بطور خريجية إن أستفيد وزيد في التنمية إن شاء الله تعالى ما ندخل من المرحلة إلى مرحلة أقوى وأعلى منها بإذن الله تعالى سنتقل إلى النقطة الثانية بعد التعريف وشرحه حقيقة أن أستطنبت في هذا الشرح لأن هذه مقدمة لن أستطيع أن أفهم التربية المقارنة بدون ما أفهم مجالات هذه التربية المقارنة بدون ما أفهم النظم التعليمية للتربية المقارنة إذن سنتقل إلى نشأة وتطوير التربية المقارنة تربية المقارنة كعلم مستقل بدأ يظهر في القرن التاسع عشر ميلادي أصبح مادة اسمها تربية المقارنة علم اسمه تربية المقارنة ولكن كانت دراسة الأنظمة التربوية للدول المختلفة تابعة تاريخ التربية تابعة تاريخ التربية لماذا أو تريد أن أذهب نظام التعليم في فلسطين أرىzonyرة الأعمال تاريخ التربية في فلسطين تجمع نظام التعليم قبل القرن أنا وهذا قلت لكم التاسع عشر. أريد أن أرى تاريخ التعليم قبل القرن التاسع عشر في مصر أريد أن أذهب إلى مادة تاريخ التربية. أرى أقرأ. والتمس أين مجالات التربية المقارنة؟ وأخذها وأصفتها. إذن كانت تتبع التربية المقارنة تاريخ التربية. بدأت كعلم مستقل وأبو التربية المقارنة الذي تكلم عن مصطلح تربية المقارنة مارك أنتون جوليان فرنسي جنسية طلع كيف؟ في سنة 1817 في مقالة المشهورة. ما اسم المقالة؟ مخططات ونظريات أولية لدراسة التربية المقارنة. هذا أول مقالة كتابها مارك أنتون جوليان حطه تحت خط انتبهوا إلها أنه ممكن تأتي سؤال امتحان من أسئلة الموضوعية. ولكن الحقيقة هذا العالم الفرنسي أبو التربية عند الغرب نحن لدينا الشرق في عالم سبقه اسمه ابن خلدون ابن خلدون سبق مارك أنتون جوليان بخمسة قرون خمسة قرون أسبق منه مارك أنتون جوليان في القرن التاسع عشر ابن خلدون في القرن الرابع عشر في قرن الرابع عشر ابن خلدون لم يتكلم عن التربية المقارنة بمصطلح تربية مقارنة ولكن تكلم عن أنظمة التعليمية في المناطق المختلفة بعيدنا حننظر لها إن شاء الله تعالى نطلع عليها بإذن الله تعالى تكلم عن النظم التعليمية في البلدان المختلفة تكلم عن ابن خلدون ربط بين هذه النظم التعليمية فكان عنده ربط بين المغرب والأندلس بلاد الأندلس بلاد المغرب العربي بين أفريقيا ثم الشرق العربي ربط بينهم كيف؟ جاء مرحلة من مراحل التعليم هي مرحلة الصبيان للقرآن الكريم يعني مرحلة تعلم القرآن الكريم للصبيان وشاف كيف نظام التعليم في الأندلس كيف نظام التعريم في المغرب العربي كيف نظام التعريم في أفريقيا وكيف نظام التعليم في الشرق يعني عندنا في بلاد الشرق علما أنه لم يزور الشرق ولكن كما سمع عندنا سندرس إن شاء الله إذن سؤال عند الغرب مارك أنطون جوليان أبو التاريب المقرن عند الشرق عرب المسلمين من الغزالي ولا ابن خلدون ولا لدريسي ولا ابن جباي ابن خلدون ابن خلدون أبو التاريب المقارنة عندنا إحنا كعرب ومسلمين لماذا صاد صاد وذاع كعالم للتاريب المقارنة مارك أنطون جوليان ولم يصط ولم يذاع ابن خلدون من تقدر تقول لي ليش يلا فكروا لا فكروا فكري نص دقيقة لحالك فكري الشاور أنت وزمالي يلا بين بعض تكلموا جاوبوا بعض يلا جاوبوا السؤال لماذا ذاع صيط مارك أنطون جوليان انه ابو التاريب المقارنة ولم يذاع صيط ابن خلدون يعني المؤرخين بأرخوا مارك أنطون جوليان لماذا الغرب يقولون ابن خلدون فكري يلا مجموعات 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 يا صبايا ما ستجد في الكتاب تفكري انت وتصنبطي لحالك ستجد في الكتاب استعينوا ببعض يلا من بدأت جاوب مجموعات يلا من قائدة المجموعة انت آية أستاذة شكرا من كمان يلا مجموعة آية أستاذة شكرا من كمان آية أستاذة آية أستاذة آية أستاذة حرك الكاميرا عليهم 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 حرك الكاميرا حرك الكاميرا على الطالبات آية رائع رائع يا أستاذة رائع من ضم إجابتك لأجابات زملياتك رائع اعتبارات كثيرة يا صبايا أول شي العلم هذا كتاربية مقارنة نشأ عند الغرب وليس عند العرب المسلمين اليوم سبقونا بهذا المصطلح لأن نحن اليوم تبع نحن اليوم نتبع الغرب بكل أسف لم نبدع فمارك أنطون جوليان غربي فاعتبروه هو أبو التربية المقارنة لأنه تبنوا واعتبروه سارة على المنهجية العلمية اللي هي تشمل الوصف التحليل التفسير التنبؤ مع إنه يبن خلدون مش بهذه لكن هذا مارك أنطون جوليان وجد رجال تتبنى وتنشر فكرته هذه واحدة الشيء الثاني مصطلح تربية مقارنة نشع عندهم لم ينشع عند الشر فإحنا رحنا جبنا المصطلح ونغلنا عنا فإحنا مرحلة نقل ولم نكن مرحلة تأصيل أريد أن نوصل لمرحلة تأصيل مهم جدا الشيء الثالث الشيء الثالث أنه الغرب ليس معني جدا يجعل المسلمين أسبق منه هو غربي معقول يقول له ابن خلدون لكن المنصف منهم سيقول ابن خلدون مثل ابن الهيثم اليوم من علماء المسلمين في إيش في إيش في البصريات يعني أرخوا من المنصفين يقولوا ابن الهيثم أسبق من غيرهم ممتاز تفضلي ذير عليها لا 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 خليها ليش أنت طالبة بتكيشي الكاميرا بلاش يعطيها حرية هتفضلي هم راحوا كلامك صح أنت كلامك صح هدولة في القرون الأولى للإسلام في لحظة مكانة أوروبا بتعيش الظلمة الظلام القرون الوسطى برزوا هدولة لكن ابن جوليان بعد ما خرجت أوروبا من كبوتها بدت السير في مراحل تقدم العلم ملتفتوش لتراثنا الحديث قلت المنصف منهم برد العلم لأهلي لو هم قروا كتب ابن خلدون أنا متأكد لقالوا ابن خلدون سبق لكن قروا لابن الهيثة لأنه كانوا طلاب على تراث ابن الهيثة والخوارزمي وابن سينة وابن حيانو هكذا أنت معاك كيف يا أستاذا أي السبب إذن حنتكلم في النشأة على مسارين مسار الأول نشأة وتطور تربية المقارنة في المشرق العربي الإسلامي نشأة وتطور تربية المقارنة في بلاد الغرب الغرب هذه في الشرق مرت بمرحلتين مرحلة الأولى مرحلة وصف الحياة بصفة عامة منها المجال التعليم التعليم هذه واحد اثنين ربط النظم التعليمية في البلدان في هذه المختلفة هذه هذه مرت بمرحلتين هذه مرت بأربعة مراحل واحد مرحلة وصف الحياة بصفة عامة ومنها التعليمية هو كتبها الكتاب حياة التعليمية أو التربوية شوفوها هتلاقوها كتاب هيكتب لي إياها ما هي الأجنبية يا أستاذة أنا كاتب عن الأجنبية أنا بحكي عن الأجنبية الكتاب مرحلة وصف الحياة في البلاد الأجنبية هيك اثنين في البلاد أجنبية اثنين وصف نظم التعليم في البلاد الأجنبية ثلاثة التعرف على العوامل والقوة اللي بتأثر في النظم التعليمية أربعة التعرف على نظام التعليم في ضوء التفسير العلمي يعني في العالم المشرق العربي هاتكلم عن نشأة وتطور التربة المقارنة في مرحلتين المرحلة الأولى أو وصف الحياة بصفة عامة منها المجال التعليمي التانية ربط النظم التعليمي في البلاد المختلفة طلع كيف إن شاء الله تعالى هذا القدر هذا هذه المرحلة فيها عالمين هنتكلم عن عالمين كبيرين واحد ابن جبير اثنين ابن بطوطة وهذا سنتكلم عن ابن خلدون إذن مرحلة وصف الحياة من خلال ابن جبير بن بطوطة وهذا من خلال إن شاء الله تعالى ابن خلدون شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة